زحمة مشاريع واستثمارات وتبادلات تجارية يشهدها الجسر الاقتصادي الممتد بين الصين والدول العربية في تقرير له أشار موقع بلومبرغ إلى تسارع في تدفق ثروات الشرق الأوسط إلى الصين وذكر أن قيمة عمليات الاستحواذ والاستثمارات الخالجية في الصين ارتفعت إلى أكثر من ألف في المائة على أساس سنوي يصل إلى خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار ويلفت الموقع إلى أن هذا العام على وشك أن يصبح الأكثر ازدحاما بالصفقات والاتفاقات التجارية بين بكين وعواصم عربية خاصة الرياض وأبوظبي وعلى هذا الطريق تتجه إحدى كبريات شركات البذور وهي الشركة الصينية العملاقة سينجينتا إلى عقد صفقات مع دول الخليج لتكون من المستثمرين الأساسيين مسار العلاقات هذا تصاعد بشكل ملحوظ بعد القمة الخالجية الصينية التي جرت بحضور الرئيس الصيني تشي جينبينغ وكانت بمثابة استحداث الطريق بمزيد من العنوين التي أكد القادة العرب تطويرها مع الصين فالكويت مثلا أعلنت بعد القمة أن التبادلات التجارية بين الكويت وبكين ستكون أوثقة في المستقبل وكذلك البحرين قالت إن العلاقات الاقتصادية مع الصين تشهد زخما وتناميا كبيرا على مختلف المستويات وأيضا التوقيع مع قطر على واحدة من كبريات صفقات الغاز ورغم أن العلاقات الصينية العربية عمرها عشرات السنين وخاصة مع المملكة السعودية إلا أنها اليوم تسير تحت عنوان صيني واضح هو تعدد الأقطاب وإنهاء حالة السيطرة الغربية على العالم وهو ما يقلق الأمريكيين بشكل خاص فعلى هذا المنوال تعتمد الإمارات والهند اليوم العمولات المحلية في العمليات التجارية بينهما أجرت الهند أيضا مباحثات مع مصر للهدف ذاته سبقها تنسيق بين الصين والبرازيل في السير نحو التخلي عن الدولار واعتماد اليوان كعملة تجارية ترجمة نانسي قنقر